بعد الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا شرعت مديرية الصحة لولاية بسكرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتنظيم حملة تلقيح ضد هذا الفيروس وندعو جميع المواطنين إلى الامتفال لإجراءات الوقاية وكذا أخذ تلقيح ضد فيروس كورونا اليوم خذينا اللقاح ودلنا خطوة كبيرة نتمنى الشعب كل يدير الخطوة هذه بس نقليه على هذا الفيروس حبينا نشاركه كاتحاد العام للجزائريين ومن خلال العمال والعطارات النقبية نوصل لأهلهم ولذويهم ولكل شعب الجزائري نشجعوه باش يديروا اللقاح هذا شحنة معتبرة من اللقاح استفادت منها الولاية نظرا للطلب الواسع على اللقاح نحن قايمين بعملية واحدة أخرى مع الاتحاد العام للعمال الجزائري اليوم واللي مدة أسبوع كذلك اللي انطلقت اليوم إلى حد الساعة نشوف المواطنين إلى حد الساعة حوالي المستجلين 240 وفيهم وقبال انتعموا الموظفين إن شاء الله رح يكون عندهم كذلك برنامج خاص بتطعيم كل الموظفين هذا وستستمر العملية إلى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين